اشتركوا في القناة المملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الاعلام وتبادل الخبرات والمعارف الاعلامية التي يمتلكها البلدان الشقيقان ارتكازا على ما يربط بينهما من علاقات اخوية قوية ومتميزة في مختلف القطاعات ورحب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان بحضور سعادة وزير الاعلام لأعمال الكونغرس العالمي للإعلام 2023 مؤكدا ان العلاقات البحريني الاماراتية تشكل انموذجا متميزا في العلاقات بين الدول في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط خاصة وراسخة واشاد سموه بما يشهده الاعلام في مملكة البحرين من تطور على المستويات كافة وما يتميز به من تمسك بالتعبير عن الهوية والقيم العربية والخليجية الاصيلة متمني لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التطور والتقدم من جانبه اكد سعادة وزير الاعلام ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهدون ماء وازدهارا مستمرا في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبين البلدين الشقيقين من وشائج قوية وعلاقات تاريخية متجذرة وحرص متبادل على تقوية علاقات التعاون بما يقدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين واشاد سعادته بالمستويات المتطورة التي وصل اليها الاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما يتميز به من كفاءة وجودة في الشكل والمضمون من خلال كوادر ذات مهنية واحترافية عالية فضلا عن تقديمه رسالة اعلامية ذات اثر واسع في المحيطين الاقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر